دكتور طارق أهي أم طار أم أقدام أم أنه أحياناً بيقترب الهدف وبعد كده يرجع تاني أنا بقى لا خصوصاً مع محاولاتنا للهدنة السابقة يعني خلينا نتفائل أنه فيه فرصة جيدة القاهرة بتطرحها على الطرفين مش عايزة أقول هي الفرصة الأخيرة لكن هي الفرصة المهمة في هذا التوقيت نتيجة لخبرات كثيرة أنت بتتحرك على عدة مسارات حضاكسة النائب في اتجاه الوصول إلى نقطة توافق شريطة أن يتوافق الطرفين على ما تم طرحه طوال الأشهر الأخيرة تفاصيل طبعاً كتيرة والتفاصيل مرتبطة بالإجابات المباشرة في هذا لكن فيه معطيات بتحكم ده من الأطر العامة إلى التفاصيل التفاصيل هي مرتبطة بالنسبة للحماس أنه وتدريجياً يبقى فيه عودة للنازحين فيه إجراءات كتيرة قوي لأن الناس قاعدة قدام خرايط قدام طرق بتتفتح بتتكلم على رفع المتاليس في مناطق معينة شارع الرشيد فيه تفاصيل تفتح إزاي تخش كام بوابات الوكترونية دخلنا في تفاصيل كتيرة جداً حضرتكم هذه الأمور مهمة جداً لأنه هيبقى فيه قوة تنفيذ على الأرض يعني اللي هتتابع ترائب تشوف تسجل ترصد أمور كتيرة يبدو الأطر الكبيرة اللي احنا بنحطها بتبقى محتاجة إلى أغز ورد بتتكلم على مرجعيات بالنسبة للطرفين لديهم تحفظات كتيرة بالنسبة للحماس وبالنسبة لإسرائيل موضوعات التفويدات بالنسبة للحكومة الإسرائيلية تم تغييرها أكثر من مرة لكن هو فيه تفويد مش تفويد مقيد يعني خلينا برضو ما نقررش الكلام بتاع الميديا الإسرائيلية لا هو فيه ممثلين للجيش ممثلين ليه جهاز الأمن الداخلي ممثلين ليه جهاز للصغبارات العسكرية وبالتالي الممثلين دولا بيكلموا فيه أمور فنية وأمور تفصيلية يعني زي ما قلت لحضرتك خرائط تفصيلية النازحين حيرجعوا بكام نسبتهم كام تأمينهم كي لا يتعرضوا لأي مخاطر فيه تفاصيل كتير في هذا السيق الجانب الآخر حماس أيضا بترجع للمرجعيات المرجعيات عشان نكون أمناء ليس فقط المكتب السياسي الموجود في قطر فيه الجناح العسكري في غزة في إيران فيه أطراف إقليمية يجب أن نعترف بهذا فالمرجعيات بتاعوك ده إحنا بنسأل السؤال عايزين إجابة عليه هتوافق بيبقى فيه جزء من آليات التفاوض إن حضرتك بتطرح الرؤية والرؤية البديلة وبيبقى فيه خيارات توافقية في التفاصيل حضرتك عندك كام جسة أو كام عدد من الجسامين اللي موجودين عندك طب موجودين فين فالردود أحيانا بالنسبة لحركة حماس قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة إن إحنا عدد الجسامين اللي هم اللي كانوا محتجزين ليسوا لدينا طبعا إس بالذلك خلي بالحضرتك فيه تواريخ سابقة من أيام صفقة جرعات شليت في دسامين قديمة فهنا بنتكلم على خبرة اللي اتنين يعرفوا بعده كويس فبالتالي هو بيماطل والنحية التانية بيراوخ في الإجابة على التساؤلات طيب خريطة الترتيبات الأمنية إنت هتعمل إعادة تموضع ولا إعادة انتشار ولا هتخرج من قوات الإسرائيلية منين في مناطق التماس هتخرج من خان يونس هتروع على مدينة غزة مين اللي حيرائب مين اللي حيفتح الممرات والطرق إذن في تفاصيل كتيرة هتقول لي حضرتك المفاوض بيلجأ لوضع قطر والقطر تنفذ طيب مين اللي حينفذ ما هم الطرفين تمام قوة المرأبة الأمريكان بيتكلمه كان من باريس 2 أنا مش عايزة أطول بس عسى الدكتور وستامة مزهاج أنه كان في باريس 2 كان فيه اتفاق على وضع الأطر ومدير السابرات المركزية جاء حط الأطر مع الجانب المصري القطريين انسحابهم في هذا التوقيت انسحاب اضطراري وانسحاب مرتبط بالاتهامات التي وجهت منهم للولايات المتحدة ومن إسرائيل وبالتالي هم فضلوا يشتغلوا شوية على المفاوضات الروسية الأوكرانية بدل ما يتفاوضوا على المفاوضات الفلسطينية انسحابه بالانسحاب تدريجي تكتيكي ما بين قوسين دخول السعودية على الخط أنا في تأديري هو محاولة لأن يكون فيه إطار عربي يعني بلينكين بدأ من السعودية اللي حضور طبعا المنتدى واللقاء مع الأعضاء بتوع المجلس التعاون الخليجي شيء جيد حيروح الأردن حيروح إسرائيل حيسمع وينصد لكن أيضا الأمريكان مش جايين يتابعوا ده مفترض الأمريكان حيضوا ضمانات والضمانات دي مهمة لأنه لأول مرة حيبقى فيه تعهدات أمريكية بتنفيذ ما سيجلي هل الأمريكان في ذهنهم تبقى فيه مراقبة عربية أو قوات متعادية جنسيات ولا فيه الزهنية الأمريكية إيه بالزبط عشان يبدأوا يعملوا ده في التفاصيل فيه أمور مريبة لازم تحط عليها علامة استفهام أمريكان عايزين يشغلوا الممر البحري عايزين يشغلوا المطار بعد شوية عايزين يفتحوا الباب إمكانية للهجرة الطوعية مش الجبرية بدأنا نلعب في تفاصيل كتير قوي نتمنى بطبيعة الحال إن القاهرة تنجح في إحداث خروقات كبيرة أنا أعتقد المفاوض المصري عنده خبرات وإمكانيات كبيرة جدا جدا ويستطيع أن يحدث خروقات في هذا التوقيت وينجح في الوصول تفاقل